اشتركوا في القناة ويصير في برج الحوت يعني بمعنى اخر اليوم في عنا خلو مسار القمر الان موجود في منزلة الاخبية وهي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة اربع واربع دقائق من صباح اليوم الاربعاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة وبما ان القمر موجود من الان ولغاية ساعات المساء في برج الدلو معناته من ضل بنشعر بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة ويدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز ستيريو او تلفاز او اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد بالنسبة لزوايا البطيئة طبعا عنا زاويتين ابتدأ من بكرة بتبلش زوايا جديدة تدخل على الساحة ولكن الزاويتين القائمة تأول وحدة اللي هي زاوية الاقتران الايجابية ما بين الشمس ما بين الزهرة وهي تأثيراتها لغاية يوم خمس احداش وهي بتعطينا نظرة تفاولية للحياة بصورة عامة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبي منفصل ما بين زحل وما بين اورانوس تأثيراتها لغاية ستاش احداش اي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ماه واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث الها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على اضربات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل ما عنا غير زاوية وحدة وعنا خلوم مسار وعنا انتقال للقمر بالنسبة للزاوية هي زاوية تثليت ايجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون دروتها الساعة 11 و7 دقائق ظهرا يعني تأثيراتها بتبلش من ساعات الفجر او من ساعات الصباح الباكر وبتستمر لغاية ساعات المساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة 11 و7 دقائق ظهرا بداية خلو المسار وبيستمر لغاية الساعة 46 و45 دقيقة مساء بتوقيت جرنيتش ليستقر القمر بعدها في برج الحوت هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 46 و45 دقيقة مساء بتوقيت جرنيتش القمر خلاص بنتقل وبصير موجود في برج الحوت عشان هيك بتبلش من ساعات المساء تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضيهاع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هاي الفترة ممكن ان بعض الاشخاص يقعوا في حبائل الغرام وبواسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور وقتنا آل التصوير بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن لغاية ساعات المساء بظل عنا حساسية بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية اما من ساعات المساء وخلال اليومين القادمات عنا بصير القدمان اصابع القدم الغد النقامية والغد الصنوبرية والاندروفين اللي هو الهورمون المسكن للألم فعشان هيك منصير نشعر بالألم اكثر من المعتاد اللي من الطرنخ المسكنات والميتالونين اللي هو الهورمون المساعد على النوم عشان هيك بصير عند البعض قرق او قلق او قل بالنوم او صعوبة بالنوم او حتى بصير النوم في نوع من انواع الازعاج ما بين احلام وكوابيس بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية دون الاعضاء اللي ذكرناها طبعا لساعات الصباح او لساعات المساء على حسب الدولة اللي انت موجود فيها باقي اعضاء الجسم ما فيها اي مشاكل هذا اليوم برضو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ما يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح ايضا للقص العلاجي ولكن لا يصلح لازالة الشعر الزاد بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل ويستقر في برج الحوت معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة اربعة احداش بيبدأ خلو المسار الساعة عشر واربع دقائق مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر لغاية الساعة احداش وست دقائق مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل يعني خلو المسار مدته قرابة الساعة ودقيقتين اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره ثمان ايام في تمام الساعة احداش وسبعة واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش بيصير عمره تسع ايام بيصير نسبة الاضاءة اثنين وستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش سعيد بنسبة سبعين في المية الان وفي ساعات المساء مساء اليوم بيصير سعيد بنسبة مية في المية القمر في الدلو بده ينتقل للحوت ورح يضل في الحوت لغاية اربع احداش منتحس الان هو بنسبة خمسين في المية في ساعات منتصف الليل بيصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% في ساعة العصر بترتفع نسبة السعادة إلى 70% عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 سعيد بنسبة 60% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 منتحس بنسبة 40% المريخ في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجح حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا النشاط الاجتماعي هو اللي رح يظلم سيطر عليكم من الآن ولغاية ساعة المساء فعشان هي بظل عندكم رغبة لتقرب للأصدقاء أو تواصل معهم أو الاتصال معهم أو الاجتماع فيهم وحتى جيد هذا اليوم لا الأمور اللي إلها علاقة بالمناسبات والاحتفالات ومنك أشخاص ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد من لقاء الأصدقاء والمعارف وبإمكانك اليوم تستغل بعض المعارف لواسطة أو يساعدك بأمر لا ما أو حاول إنك برضو اليوم ما تفرض سلطتك على أصدقائك أما من ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير موجود في الحوت اللي هو بيت متاعبكم فبدكوا تحاضرون من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين أو بإمكان كل يوم تحافظوا على إنجازاتكم وعلى سمعتكم في مجال العمل وبرضو بحياتكم الاجتماعية وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ولكن بما أن القمر مازال في بيت السمعة معناته هذا اليوم لا يصلح لا للمجازفي ولا للمغامرة ولا لمخالفة القوانين ولا حتى لأي أمر ممكن يشوه سمعتك أما في ساعات المساء بيصير النشاط اجتماعي بتلتق الأصدقاء ومنك أشخاص ممكن يتوجه لدعوي لحظوا حفل أو مناسبة فعشان هيك من ساعات المساء بتكتحذروا من الدخول في أي مناقشات أو جدالات مع الأصدقاء أو مع المعارف لأنه ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء الأجواء جيدة على مستوى السفر والتنقلات والاتصالات والتعامل مع الأجانب والمراسلات والامتحانات يعني أي يوم إيجابي جدا حتى لتعزيز العلاقات مع الأحبة أو مع المعارف فترة ممتازة جدا للأمور اللي إلها علاقة بأوراق السفر أو معاملات أو حتى الاهتمام بأي موضوع له علاقة بالدورات أو بالمناقشات أما في ساعات المساء فهنا القمر بنتقل للبيت العاشر فهنا بتكون تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل طبعا من ساعات المساء بتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بتكون حذروا من الاندفاع أو التهور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن لغاية ساعات المساء القمر ما زال موجود في البيت الثامن فهنا التركيز رح يظل على الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة ما بين أمور مثلا تتعلق في بنك ضريبة تأمين ميراث قرض معين مثلا أموال الزوج بعض الحسابة تزديد بعض الفواتير المطالبة بحقوق لإلكم أهم شيء أنكم تمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة وفي نفس اللحظة تنتبهوا على أموالكم من بعض المحتالين أو من المجازفات والمغامرات أما من ساعات المساء هنا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة والعلاقة مع أشخاص خارج البلاد ولكن بتنتبهوا أثناء تنقلاتكم وتتفقدوا أوراقكم وأمتعتكم وعليكم عدم التسرع أثناء قيادتكم للسيارات أو التنقلات الأوقات بتصير أو فترة بتصير ممتازة جدا من ساعات المساء ودعم لإلكم بقوة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل القمر موجود مقابلكم لغاية ساعات المساء فبظل اهتمامكم بينصب حول تعزيز شركاتكم وعلاقاتكم مع شركاتكم سواء في العمل أو في العاطفة وبإمكانكم التحاور أو التفاوض أو الاتفاق على أمر ما الفترة فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن بما أن القمر مزان مقابلكم معناته هنا بظل يضغط على الأعصاب يعني بمعنى آخر طاقتكم ضعيفة بتكون تنتبهوا لصحتكم ولأعمالكم وما في داعي إن كنت عصبوا أو تفقدوا السيطرة على أعصابكم ويبعدوا عن المشاكل قدر الإمكان في ساعات المساء هنا بتنهمكم في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة القمر بصير في البيت الثامن وإلو علاقة بالأموال المشتركة بالبنوك ضريبة تأمين أموال الزوج أهم شيء إنه ما في داعي للمجازفات أو لا الإهمال في العمل لأنه ممكن تتعرض لبعض المشاكل في العمل وبرضو في بعض الاهتمام بتكون بصحة أحد الأحبة أو أحد أفراد العائلة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر الآن بدأ في مراحل المقابلة فعشان هيك اليوم بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ما تبادروا إلى أي عمل الجديد لأنه القمر موجود في بيت العمل بيت الصحة لغاية ساعات المساء وهنا بكوا تنتبهوا على أعمالكم وتنتبهوا على صحتكم يعني الأمر بضغط على الأمرين وحاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على زملائكم بالعمل أو تدخلوا بنقاشات أو مشاكل ما بينكم وبينهم بظل فترة جيدة للأشخاص اللي بدهم يبدأوا عمل جديد أما من ساعات المساء هنا القمر بصير مقابلكم تماما بتصيروا في رغبة بتعزيز علاقاتكم مع شركائكم سواء في العمل أو في العاطفة ولكن بتكونوا تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل وفي نفس اللحظة ابعد عن المشاكل إجمالا لأن طاقتك ضعيفة ورح تكون أنت الملام برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا رح يظل القمر موجود في البيت الخامس لغاية ساعات المساء فعشان هيك بتظل العاطفة قوية عندكم وبتميلوا للتواصل مع أحباكم أو التجاوب معاهم أو تقرب منهم فترة بالظل جيدة إلى ممارسة هواية أو ترفيه أو تغيير جو أو حتى استغلال الأمور العاطفية الأجواء جيدة ولكن لا تجازف بالحظوظ لا تعتمد على الحظوظ كثير خلال هذا اليوم ممكن يصير في تعامل ما بينكم أو اهتمام بأحد الأبناء من ساعات المساء القمر بيبدأ في البيت السادس فهنا بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر وبرضو بدكوا تنتبهوا لأعمالكم هاي الفترة لا تصلح لأي مجازفات أو مغامرات في مجال العمل لأن الأعمال رح تكون عندكم كثيرة فحاولوا تنجزوها بترتيب الوقت على أساسا ما تتراكم وتضطر تعمل وقت إضافي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بدكوا تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم راح يظل القمر من الآن لغاية ساعات المساء في البيت الرابع للعلاقة بالبيت والعائلة فإهتماماتك راح تنصب حول الأمرين اللي هو البيت والعائلة منكم ممكن تظهر بعض المشاكل أو بعض الظروف الاجتماعية العائلية اللي تهتم فيها بشكل كبير أو أعطال أو تصليحات ترميمات يعني الأمور العائلية أو مسألة بتتعلق بأحد أفراد العائلة أما من ساعات المساء هنا القمر بيصير موجود في البيت الخامس فهنا بتزداد رغبتكم من ساعات المساء في التقرب والتفاهم مع أحباكم ولكن ممكن يغلب عليكم طابع العنف العصبي وخاصة مع الحبيب أو مع أحد الأولاد فعشان هيك عليك الحذر من فرض السلطة أو السيطرة لأنه مش مناسب ولكن الأجواء مناسبة على مستوى التقرب من الأحبة برج القوس بالنسبة بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر رح يظل موجود في البيت الثالث لغاية ساعة المساء معناة اليوم انت نشط في حركتك واتصالاتك وحوارتك ولقاءاتك وسرعة البديهة عندك قوية وقدرتك على الإقناع ممتاز جدا مي منك رح يشارك في مناقشة أو في دورة أو حتى في بحث مشروع أو فكرة معينة الأجواء جيدة ودعمة وسرعة بديهتك بتنخذك في كثير من الواقف وعندك قدرة كبيرة جدا على الإقناع أما من ساعات العصر ولغاية ساعات المساء وما بعدها هنا بصير الأجواء البيتية والعائلية هي الطاغية على الساحة ما بين اهتمامات بالبيت والعائلة والأمور الاجتماعية ولكن حاول أنك ما تفتع الخلاف في المنزل أو مع أحد الأحبة أو مع أحد أفراد العائلة لأنه بصير مزاجك حاد وسهل جدا استفزازك فعشان هيك بك تبعد عن المشاكل قدر الإمكان برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا القمر ما زال موجود في بيت المال فتركيز كله سيكون على مكاسب مالية والمكاسب المالية سيبتيج من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ومنكم أشخاص ممكن يطالب في حق لإلوه أو يرتب وضع مالي في بعض الأشخاص ممكن يغامروا في المال وهذا الشيء اللي نقولهم ممنوع اليوم المجازفات والمغامرات أو سداد بعض الأمور أو حل مسألة مالية أهم أنه اليوم تخففوا من النفقات قدر الإمكان وتتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة أما من ساعات المساء فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والنقاشات والحوارات ولكن عصبيتكم بتكون مسيطرة وهذا الشيء ممكن يسبب نوع من أنواع الخلاف أو سوء التفاهم بسبب عدوانيتك ومزاجك السيء فترة بتكون ممتازة فيها إيجابيات عالية عن مستوى التقرب من الأحبة وعن مستوى التنقلات والسفريات برضو وقياة السيارات فترة ممتازة للاهتمام بهاي الأمور برج الدلو بالنسبة بالنسبة لما ولد برج الدلو طبعا القمر موجود عندكم فبظل النشاط مسيطر عليكم شوي نفسيتكم أحسن من الأيام الماضية ولكن في فترة خلو المسار ممكن شوي هيك يعني يكون فيه نوع من أنواع الحدية بالطباع أهم شيء اليوم تستغلوا لا تعزيز العلاقات مع الأحبة وأيضا لثقتكم بنفسكم لتغيير المظهر العام من ساعات المساء تقريبا بتبلش الأجواء تتغير فحاولوا في ساعات المساء إنك تركزوا على الأمور المالية لأن القمر رح ينتقل بية المال فهنا بتنهمك في ضبط ميزانيتكم من المحتمل أنه يعاني البعض منكم لبعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو حتى مع الزوج بسبب أمور مالية فعلشانيك بدك تتجنب أي أمر له علاقة بالتبذير وتركز على أمور إلها علاقة بالحلول المالية برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا القمر من الآن ولغاية ساعات المساء رح يظل موجود في بيت المتاعب بعدين بدون ينتقل في ساعات المساء ويصير عندكم فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات المساء بيظل التعب مسيطر عليكم تشعروا بنوع من أنواع الإحباط أي شخص بوعدكم بشيء ما رح يوفي بتشعر إنه كأنه في ضغط بنال منك من صحتك من نفسيتك هذا كله مؤقت يعني مع ساعات المساء بتجد أن الأمور بلشت تتحسن فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات المساء حاول أنك ما تفرض سلطتك وما تتخذ قرارات حاسمة وما تغامر وما تجازف من ساعات المساء الأجواء بتتغير لصالحك لأنه القمر رح ينتقل عندك فهنا بتشعر بالنشاط وهذا فترة بتعيدلك نشاطك المفقود وبرضو بتعطيك طاقة إيجابية عالية جدا ولكن بتظل يعني مزاجك متقلب وبتظل بتظل قليل الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لك بعض النزاعات فعشان هيك عليك بضبط الأعصاب والصبر ولكن الأجواء بتكون أجمل وأفضل من ساعات المساء وحتى في الأيام القادمة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء